أكد النائب أمين جابر الصرافي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ أهمية عقد القمة المصرية الأوروبية في القاهرة اليوم معضحا أنها نموذج لما حققته الدولة المصرية من وجود خارجي وسياسة متزنة وناجحة مع الاتحاد الأوروبي ودوله وغيرها من القوى العالمية لفت الصرافي إلى ما حققته العلاقات المصرية الأوروبية من تطور كبير خلال السنوات الماضية على مختلف الأصائضة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والأمنية وغيرها كما أشدد على أن القمة المصرية الأوروبية نجاح كبير للدولة المصرية وتأكيد على ريادتها وبروز دورها عربيا ودوليا وعقدها في القاهرة يؤكد على أهميتها الشديدة